موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت مشاهدين الكرام كما جرت العادة منشورات وأيضا تغريدات كثيرة تحدثت حول العديد من المواضيع الدائرة خلال 24 الساعة الماضية والتي كانت ذات رواج في مواقع التواصل للاجتماع المختلفة كتب عنها الكثير من السياسيين الكثير من الإعلاميين أيضا ناشطين الذين أبدوا آراء وردودا وتعليقات مختلفة فإذا يعني مواضيع متعددة أهم المواضيع هو الحصار الجائر عن مدينة تعز الحصار الذي خنق أبناء تعز الحصار الذي يعني مر عليه أكثر من ثماني سنوات عانى الويل من خلال من ذلك العديد من المواطنين والمسافرين وأيضا في ظل تعنت من قبل ميليشيا الحوثي التي تصر أن تنتقم من جميع أبناء المحافظة ومن أبناء اليمن عموما أيضا مشاهدنا الكرام سنتناول موضوع آخر وهو تحويل المؤسسات والقطاعات العامة إلى أشياء خاصة وإلى قطاعات خاصة تابعة لعناصر من ميليشيا الحوثي والقيادات من ميليشيا الحوثي قاملت خلال الفترة الأخيرة الجماعة الخوثية على ذلك وأوغلت وبشكل كبير في العديد من المحافظات في صنعة، في ذمار، في حجة، في عمران، في أيضا في محافظة إب كل ذلك لأن الجماعة تريد من خلال هذه المساعي أن تبسط نفوذها على كامل تراب الوطن كل ما بني في عهد الشهيد الزعيم كل ما هو متاح أمامها يصبح مغنما لهذه الميليشيا ويصبح مغنما لقيادات الجماعة الإرخابية إذن جاءت لتنهب ولتسلب كل شيء متاح أمامها سنتابع الكثير مشاهدين مشاهداتنا الكارم لكن بعد هذا الفاصل تكرما ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن أنتهت الجولة الأولى من المشاورات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان برعاية من الأمم المتحدة رعى هذه المشاورات المبعوثة الأممي لدى اليمن هانس جراندبرغ وأيضا خرجت الجولة الأولى ربما باتفاق عن فتح بعض المنافذ الفرعية فقط وليس الرئيسية في محافظة تعز هذا الموضوع لاقى استهجانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لاقى صخرية كبيرة في مواقع التواصل التي اشتعلت وبشكل كبير وما زلت إلى حد اللحظة تطالب بفك الحصار وبرفع الحصار عن كامل فروع وعن كامل منافذ وعن كامل طرق محافظة تعز المحافظة التي للعام الثامن وهي تدوق الويل للعام الثامن وأبناء تعز يدوقون مرارة الحرمان يدوقون أيضا الحرب وأداة الحرب التي تفتعلها الميليشيا في حقهم تقتل أبناء المحافظة وبشكل مستمر عن طريق القنص وعن طريق القصف وعن طريق الاستهداف المباشر وتدمير المنازل وإرعاب الأهالي بمعنى أن المواطن هناك إذا أراد أن يذهب من مكان إلى آخر فإنه يبدل الوقت الكبير ويبدل الأموال الكثيرة من أجل التنقل ومن أجل الهرب من آلة الموت الحثية التي تترصد السائر وتترصد الطفل وتترصد المرأة وتترصد الشيخ الكبير لا تفرق بين أحد سوى أن تريد أن تحقق أهدافها مطابعها الماترن وما تسعى إلي وإن كلف ذلك دماء وأرواح المدنيين إذن عن هذا الموضوع مشاهدين الكرام وعن حصار تعز وعن المشاورات التي جرت في عمان الأردن وهناك أيضا ربما يوم الأربعاء القادم جولة أخرى للاتفاق أكثر عن فتح المنافذ والمعابر في محافظة تعز عبد العزيز الهادي غرد عن هذا الموضوع فتح الطرق في تعز حق إنساني أصيل لا يحتاج لكل هذا العبط والعكة الأممي والجولات المكوكية للمبعوث الهزيل بقدر ما يحتاج إلى تنفيذ فتح فوري لكافة المنافذ لتسهيل تنقل المرضى والمسافرين ووصول البضايع والمساعدات إلى المدينة مثلها مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة أما إشراق المقطري فغردت أيضا مطلب أبناء تعز والحقوقيين الفعليين والأحرار هو فتح كافة الطرق الرئيسية وإنهاء الحصار يكفي استخفاف من الخوث والمبعوث بكرامة وحياتي وحقوق المدنيين في تعز ويرفض العقل والمنطقة والضمير التفاف المبعوث وفريقه على هذا المطلب والحق أما تغريدة أخرى لإبراهيم عبد القادر فكتب أيضا لو أن الخوثي سيقبل برفع الحصار عن تعز لماذا أصلا حاصرها ويعتقد جازما أن ما يقوم به ضرورة لمن يراهم كفارا يستحقون العقابة والموت وينظر لليمنيين بفوقية ينظرها سلالية عنصرية لذلك فهم طبيعة تفكير هذه الجماعة هو المدخل لإيجاد أي خلول معها الكثير من الناشطين مشاهدين الكرام ومن المواطنين عموما رأوا أن الحل الأمثل لرفع أي حصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني هي فوهة البنادق لماذا فوهة البنادق؟ ولماذا هذا الحل على وجه التحديد؟ كون الجماعة الحوثية لا تؤمن بالحوار لا تؤمن بالسلم لا تؤمن بالسلام لا تؤمن بالحرية وبالمساواة بين أبناء الشعب اليمني لكن مثل ما جاءت بالبندقية إذن هي لن تخرج ولن تكف الأذى عن أبناء الشعب إلا بفوهة البندقية هكذا ارتأى المواطنين يعني واقع مريشيا الحوثي وكيف يتم التعامل معها أما الجانب الآخر فقد رأوا في السلم والسلام وفي التعاور وفي أيضا سحب ميليشيا الحوثي إلى طاولة الحوار هو الحل الأمثل كون الجماعة الحوثية تستغل وجودها وسيطرتها في العديد من المحافظات للزج بأبناء القبائل إلى المحارق فبالتالي المسعى الأطراف الأخرى للدخول مع هذه الجماعة في سلم وفي حوار ولكف أداها عن الشعب وإنهاء ما تقوم به من استنزاف كبير من دماء اليمنيين وزج بهم إلى المحارق أحمد عايد أيضا غرد وقال منهجية الميليشيا في تعاملها مع فتح الطرق وكل القضايا الإنسانية تنطلق من قاعدة النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا حيا من الله ولا من الشعب ولا حتى من العالم إذن مشاهدين الكرام كان هذا هو الموضوع الأول الذي أفردنا له مساحة كافية للعديد من الناشطين لاستعراض آراءهم وأيضا مقترحاتهم حول حصار تعز وما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل مستمر ومن استهداف للروح البشرية وأيضا رأي العديد من الناشطين حول المشاورات الأخيرة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان ومحاولة ميليشيا الحوثي استفزاز الكثير من أبناء الشعب اليمني تارة بظهورهم بالزي العسكري وتارة أخرى بتجديد الأنفاق والسواتر الترابية في المخافضة بمعنى أن هناك مسعى آخر هناك مخطط لجعل تعز تعيش في هذا الحصار وفي هذا الوضع هناك أيضا استمرارية في عملية استنزاف الدماء اليمنية أيضا الأطفال وهو موضوع آخر مشاهدين الكرام الأداة والوسيلة الحوثية لتنفيذ الأهداف والمخططات والمآرب معروف عن أي جماعة إرهابية حول العالم أنها تستقطب شريحة الأطفال الشريحة الذين ما تزال عقولهم صافية من ملوثات الحياة فبالتالي تسعى الجماعة الحوثية لترسها ولجعل أفكارهم تصب فقط في كيفية الانتقام من أبناء الشعب في كيفية أيضا ترس عقولهم بالموت ولا سوى الموت للطفل من جاء هكذا تسعى الجماعات الإرهابية لرسم هذه المخططات في عقول الأطفال والشباب على سبيل المثال جماعة الحوثي أساس بنائها هم الأطفال حتى منذ أن كانت في صعدة حتى منذ بداية نشأتها عندما أسمت الحركة بالشباب المؤمن بمعنى أن الشباب والأطفال هم الوسيلة وهم المخطط لجعلهم وقودا لحروبها العبثية بينما قيادات الجماعة بينما المحسوبين على نسل وعلى عرق وعلى سلالة معينة هم الذين يتصدرون المشهد وهم بعيدين كل البعد عن ما يدور في بلادنا وعن ما يدور في الجبهات بعيدين كل البعد عن الحاصل لأبناء الشعب اليمني بل على العكس يتمتعون بالأموال ويتمتعون بالسيارات الفارهة ويعيشون في بروج مشيدة سواء داخل البلد أو خارجها إذن عن الأطفال مشاهدين الكرام سنتناول تغريدة لهيثم القيسي تنبيه لكل أب وأم في مناطق سيطرة الاحتلال الحوث الإيراني انتبهوا لأطفالكم فهم أمانة في أعناقكم انتبهوا للمراكز التي تديرها الميليشيا لا تستهينوا بمخاطرها على أبنائكم وحياتهم كلمة يا ليث بعض الندم لن تعيد الذي رخل إذن بالفعل مشاهدين الكرام اتخذت ميليشيا الحوثي من الأطفال ومن الشباب وسيلة لتنبيه لتحقيق أهدافها ومآربها لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام لإدخال البلد في أتون صراع وفي حرب وفي دائرة مظلمة لانفراج قادم يلوح في الأفوق مشاهدين الكرام بالانتقال إلى موضوعنا الآخر والأخير الممتلكات العامة تعرف بأنها أصول وأيضا مثل الأراضي والممتلكات والمباني المملوكة للحكومة تخدم من خلالها فئات الشعب أي أن تلك الأماكن العامة هي تابعة للشعب البقاطبة ولجميع فئات وشرائح المجتمع في محافظة الضالع وآخر هذه الأفعال والتصرفات التي قامت بها ميليشيا الحوطي من خلال تخويل الأماكن العامة إلى أماكن خاصة قامت بتحويل المؤسسة الاقتصادية هناك إلى مكان خاص وإلى استثمارات خاصة بأحد النافذين في المحافظة سنبدأ مشاهدين الكرام استعرض آراء الناشطين حول هذا الموضوع تحويل المؤسسة الاقتصادية إلى دكاكين وإلى أيضا شيء خاص وإلى قطاع خاص تابع لعنصر حوثي بداية بجبريل اليزيدي كتب عن هذا الموضوع في محاولة لطمس هوية الدولة وتحويلها إلى ممتلكات خاصة يتفيد منها القوثيين في دمت يحاول المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع دمت إلى دكاكين لتأجيلها مشاهدين الكرام الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مديرية دمت في محافظة أضبار تحويل المؤسسة الاقتصادية التي تخدم أبناء الشعب اليمني خاطبة إلى دكاكين خاصة بمشرف قوثي طبعا حدثت الكثير من القصص المشابهة في محافظة صنعاء في محافظة ذمار تحويل أيضا المدارس وهدم أسوار المدارس وبناء بدلا من ذلك دكاكين خاصة للاستثمار إذن جاءت هذه الجماعة لتسلب ولتنهب كل ما هو متاح أمامها الشيء الذي يخدم الجميع أبناء الشعب اليمني يعتبر قطاعا خاصا هذا بالنسبة للعصابة الحوثية ويعتبر موردا ومغنما للجماعة أيضا طارق المريسي مشاهدين الكرام كتب عن هذا الموضوع صالح شيدها لمصلحة أبناء دمت وميليشيا الحوثي حولتها إلى استثمار خاص في محاولة لطمس هوية الدولة وتحويلها إلى ممتلكات خاصة ميليشيا الحوثي في دمت تحول المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرعدامت إلى محلات تجارية خاصة وتأجيرها هذه المؤسسة الاقتصادية والمعلم السياحي ومتنفس المواطن البسيط كانت تبيع المواد الغذائية والأثاث بأسعار مخفضة للمواطنين والموظفين وبأقصاط شهرية تحولت من ملك الدولة إلى ملك خاص ندعو جميع المحامين والنشطاء والحقوقيين عدم تجاهل هذه الجريمة كما ندعو الشرف من المواطنين إلى الوقوف وقفة احتجاجية ضد مدير المؤسسة الاقتصادية والمطالبة في محاسبة من يسعى لاستثمارها لغير الغرض الذي خصصت له إذن هي جريمة من ضمن الجرائم الحوثية الاستيلاء على ممتلكات الدولة وتحويلها إلى ممتلكات خاصة تابعة لعناصر تتبع الفكر الحوثي وتتبع الميليشيا الحوثي إذن أملاك الدولة حولتها الجماعة إلى أشياء إلى ممتلكات خاصة إلى ممتلكات خاصة بالمواطنين تكافئ مقاتليها عن أدوار التي قاموا بها بجبهات القتال عند الاحتجاج على شيء معين أو عند الاحتجاج على فعل أفعال الجماعة الحوثية الاتهامات جاهزة لإلصاقها في حقك وقد شاهدنا في العديد من المواقف وفي العديد من أساليب النهب ومؤخرا وقبل هذه الجريمة وحدوث هذه الجريمة في دمت في محافظة صنع عندما حولت بعض الأماكن في مدينة سعوان السياحية وتحديدا في مدينة الشهيد الحمدي هناك أو مدينة البنك كما تسمى حولت بعض الأماكن والمتنزهات إلى أماكن خاصة وتم تسوير تلك الأماكن وأيضا بسط نفوذها نفوذ الجماعة على تلك الأماكن بقوة السلاح ومن خالف ذلك فإنه يعتبر عرضة للاتهام وإلى حد اللحظة ما يزال العديد من شباب أبنى سعوان في العاصمة صنعى محتجزين في سجون ميليشيا الحوثي أيضا مشاهدين الكرام عبد الناصر الصيادي كتب عن هذا الموضوع الاستيلاء على مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في دمت وتحويل المبنى بكامل كيانه المعروف لعامة الناس بدمت وإعادة بنائه إلى محلات تجارية تروح إجارات إلى مجموعة نافذين عمل تدميري وفوضوي لا يقبره الله ولا رسول ابتداء من تأجير محلات الصرافة وتأجير مطعم غمدان وغيرهم أما علي النمس فكتب أيضا أوقف العبثة يا عابثين أطلب من جميع المحامين والناشطين الحقوقيين توقيع عريضة دعوة قضائية ونرفعها لمحكمة دمت الابتدائية ضد مدير المؤسسة الاقتصادية لاستثمارها لغير الغرض الذي خصصت له وكان يفترض يستفيد منها المواطنين بدلا من النافذين والتجار الموالين هذه المؤسسة الاقتصادية المعلمة السياحي والتي احتضنت النقاشات مع كبار مسؤول الدولة في عهد صالح في لقاءات مع المواطنين وكانت تحتضن المسابقات الثقافية في مديرية دمت وهي من منجزات صالح الله يرحم ويسكنى جناته الذي قلنا فيه ما لم يقله مالك في الخمر وكانت تبيع المواد الغذائية والأثاث بأسعار مخفضة للمواطنين والموظفين وبأقصاط شهرية على الشارع العام وهي ملك للدولة نعم ممثلة بأهالي مديرية دمت كونها وجدت لتقديم الخدمات لهم اليوم لوب الفساد يقضي عليها تماما آخر البوابة الشهيرة تحول إلى متاجر دكاكين والخوش الخلفي هناغر وأسواق تجارية والعجيب أن صالح شيدها لمصلحة أبنى دمت وأنتم حولتمها إلى استثمار خاص اتقوا الله ما هكذا تورد الإبل إذن هذا الموضوع كان قد لقى رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين الكرام مستنكرين استنكر العديد من الناشطين ومن المواطنين هذا الفعل واعتبره أنه إجرام بكل ما تحمله الكلمة أي مكان يخدم المواطن وأي متنفس يعتبر للترويح عن النفس يذهب إليه المواطن الجماعة الحوثية تستهدفها الجماعة الحوثية تذهب إليه وتنهبها الجماعة الحوثية تعمل على استغلال هذا المكان بكل الطرق المتاحة وبكل الوسائل المتاحة لديها تحاول أن تعكر صف المواطن بكل ما أوتيت من قوى جاءت للانتقام بكل صوره جاءت لتجعل الحزن يخيم في كل بيت وقد فعلت ذلك أنور الأغبس أيضا كتب وقال ما يحصل في مديريتي دمت قمة الاستهتار بحق الشعب والوطن واجهة المؤسسة الاقتصادية العسكرية تحول إلى بقالة وإلى مصالحهم الخاصة هذا ما كنا نخاف واحتمال حول المدارس إلى مخازن عسكرية لا يعرفون دولة ولا نظام ولا قانون فانطلعوا لنا هولى الميليشيا لا يفقهون علم ولا مصلحة شعب ووطن أيضا الشيخ أحمد النويري كتب وقال ميليشيا الخوثي الإرهابية تعتدي على المؤسسة الاقتصادية فرع مديرية دمت في محافظة الضالع وحولتها إلى محلات خاصة لمشرفهم بناها الزعيم الصالح مؤسسة الاقتصادية لأبناء مديرية دمت لجميع متطلبات الحياة يباعوا للمواطن بأرخص الأفعار من جميع المواد الغذائية وعد هذا المرفق الحكومي من العملاقة ومن الممتلكات العامة لا يمكن السكوت أو المساس بممتلكات الدولة نطالب الجميع الوقوف بوجه المجرمين المتهبشين على مؤسسة الدولة الذي بناها الزعيم الصالح لأبناء مديرية دمت دون غيرهم دين ونستنكر هذه الأعمال أما علي الحرازي فكتب أيضا مررت قبل قليل من أمام المؤسسة الاقتصادية في دمت بعد عودتي من العاصمة وتفاجأت بأن أهم معلم اقتصادي في محافظة الضالع المؤسسة الاقتصادية في مديرية دمت يستباح بلا خجل ولا ضمير هذا المعلم الاقتصادية تحول بين عشية وضحاها إلى محل مفروشات أو سوبر ماركت لتأجير نافذ من الباطن بثمن بخص وسمسرة الصفقة ملايين الريالات لقطاع خاص هو أمير الفساد أكل الأخضر واليابس لمصلحة من يتم العبث بمقدرات وركائز ومعالم دمت السياحية للأسف تحول الدمت إلى استباحية إذن مشاهدين الكرام بهذا المنشور وبهذا الموضوع عموما نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ومشاهدين الكرام مثلما عودنا حضراتكم فيديوهات كثيرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكم واحدا منها نتابعوا من ثم نعودوا لتوديعكم تكرما ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة اليوم من هذا بإذن الله تعالى وعلى أمل كبير أن ألقاكم يوم غد في خير وعلى خير دمتم دام الوطن سالما معافى في رعاية الله اشتركوا في القناة